بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية رحمه الله في كتابه المنطقة قال كتاب العدد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين العدد جمع عدة والمراد بها عدة المرأة المطلقة العدة تربص يقصد به براعة الرحم من الحمد قال الله سبحانه وتعالى وَالَّذِينَ يُتَوْفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَا بأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا فهي العصل فيها هذه الآية الكريمة وعرفنا المقصود بها نعم باب أن عدة الحامل بوضع الحمل نعم الأولى الحامل المتوفى عنها أو المطلقة الحامل فعدتها وضع الحمل قال تعالى وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلاء فخطبها أبو السنابل ابن بعكك فأبت أن تنكحه فقال لها والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريبا من عشر ليال ثم نفست ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها انكحي رواه الجماعة إلا أبا داوود وابن ماجة وللجماعة إلا الترمذية معناه من رواية سبيعة وقالت فيه فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدالي نعم هذا واضح والآية دليل قبله وهي قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فإذا وضعت المطلقة أو المتوفى عنها وضعت حملها الذي طلقت وهي حامل به فإنها تخرج من العدة وتحل للأزواج وعن ابن مسعود رضي الله عنه في المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال أتجعلون عليها التغليظة ولا تجعلون عليها الرخصة أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن رواه البخاري والنسائي نعم آية سورة القصرى هي سورة الطلاق هذه القصرى والطولة سورة النساء وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها قال هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها رواه أحمد والدار قطني نعم فلا يتعام وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال ما لها خدعتني خدعها الله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها رواه بن ماجه نعم هذا فيه دليل على أن الحامل المطلقة أو المتوفى عنها إذا وضعت حملها فقد خرجت من العدة وحلت للأزواج نعم باب الاعتداد بالأقراء وتفسيرها الاعتداد بالأقراء يعني الأشهر نعم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتدى بثلاث حيض رواه بن ماجه نعم أمرت بريرة لما طلقها لما طلقها زوجها أن تعتد بثلاث حيض ثلاث حيض تخرج بها من العدة إذا حاضت ثلاث مرات فهذا دليل على براءة رحمها من الحمل فتخرج من العدة نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة فاختارت نفسها وأمرها أن تعتد عدة الحرة رواه أحمد والدار قطني وقد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تجلس أيام أقرائها نعم وهذا كما سبق أن الحامل المتوفى عنها أو المطلقة تعتد بوضع الحمل وأما غير الحامل فتعتد بالأقراء ثلاثة قرؤ نعم وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان رواه الترمذي وأبو داود وفي لفظ طلاق العبد إثنتان وقرء الأمة حيضتان رواه الدار قطني نعم العبد والأمة على النصف من الحر في مسائل الطلاق فالحر له ثلاث طلقات والمملك له طلقتان وكان المفروض أن يقال طلقه نصف لكن الطلقة لا نصف لها نعم وقرء الأمة حيضتان رواه الدار قطني قرء الأمة يعني المملوكة حيضتان وكان المفروض تكون حيضة نصف إلا أن الحيضة لا تتنصف فجعلت حيضتان جبرت جبرت جبرا نصف نعم وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان رواه بن ماجه والدار قطني وإسناد الحديثين ضعيفان والصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان نعم الصحيح أنه موقوف على الصحابي وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم باب إحدادي المعتدة عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاذنوه في الكحل فقال لا تكتحل كانت إحداكنا تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر متفق عليه نعم هذا كما سبق قبله أن عدة الأمة بالأقرأ يعني بالأشهر نعم بالنسبة للمعتدة وفقكم الله تحد إذا توفي عنها زوجها إحدادها أربعة أشهر مثل العدة نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتحل فهذا يعني نعم لا تضع لزينة لأنها في عدة والمعتدة لا تتزين والكحل من التزين عن أم سلامة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال لا تكتحل كانت إحدى كن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر متفق عليه نعم المتوفى عنها حدتها أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت خرة الحرة معروفة والعمة على النصف من الحرة نعم وعن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة قالت دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء نعم المرأة إذا مات قريبها إذا مات قريبها فإنها كانت تحد عليه تتجنب الزينة تزين بالكحل ونحوه ثم إن الله سبحانه وتعالى بيّن أن العدّة إنما هي على الزوجة وليست على غير الزوجة نعم قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء نعم فيرخص لغير المتزوجة أن تحد على الميت ثلاثة أيام فقط ثلاثة أيام فقط ولا تزيد عليها لأنها تحزن عليه إذا مات فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاها ثلاثة أيام تروح عن نفسها نعم قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحدى كن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شات أو طير فتفتض به فقل ما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره أخرجاه نعم هذا كان من أمور الجاهلية أنها كانت إذا مضى عليها حول المتوفى عنها كانت تعتد بحول ولو لم تكن زوجه قريبته تعتد هذه العدة ولو لم تكن زوجة له فالله سبحانه وتعالى أبطل هذه العادة وجعل العدة إنما هي على الزوجة فقط وأما غير الزوجة فلها ثلاثة أيام حتى يذهب عنها الحزن ثم تراجع أمورها العادية نعم وأن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أخرجاه واحتج به من لم يرى الإحداد على المطلقة نعم هذا كما سبق وكما سبق أن المرأة تحد على ميتها إن كان زوجا أربعة أشهر عشرة أيام وإن كانت غير زوجة وإنما هي قريبة له فتحد عليه ثلاثة أيام فقط حتى يذهب عنها الحزن نعم باب ما تجتنب الحادة وما رخص لها فيه عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أضفار أخرجاه أضفار هذا طيب يعني نوع من الطيب أضفار وهو طيب الرائحة فإذا اغتسلت من الحيض فإنها تضع في مخرج الحيض والبول تضع في هذه الكسرة من هذا الطيب ليذهب عنها رائحة رائحة المترك ترك الطيب تضع ظفرا يعني طيبا في مخرج البول ليطيب ذلك ويذهب عنها الرائحة الكريهة وفي رواية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قصط أو أضفار متفق عليه نعم تضعها في في فرجها نبذة من الطيب من الأضفار وهي نوع من الطيب أو من الطيب المعتاد تضعها في المخرج ليذهب الرائحة الخبيثة نعم وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل رواه أحمد وأبو داوود والنساعي هذا فيه بيان ما تتجنبه المحدة وهي أنها تتجنب هذه الأشياء وهي لا تلبس المعصفر من الثياب معصفر المصبوغ بالعصفر ولا الممشقة ولا الممشقة ولا الحلي ولا تلبس الحلي في يديها أو في مواطن الحلي ولا تختضب ولا تختضب بالحنة ونحوه في يديها أو رجليها ولا تكتحل ولا تكتحل في عينيها هذا ما تجنبه المحدة وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا فقال صبرا وقد جعلت علي صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة فقلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب هنا ما لما تتجنبه المتوفى عنها زوجها ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قالت قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك رواه أبو داود والنساعي نعم بدل أن تضع على على رأسها ما كانت تضعه النساء فإنها لا تضعه لأنه يجملها ويزينها ولكن تضع السدر السدر وهو نوع من الأشجار يصلح الشعر وليس له رائحة نعم وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها أخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنساعي وابن ماجه هذا مما يباه للمعتدة عدة الوفاة أنها تخرج لنخلها وتجده وتتصدق منه وليس عليها بذلك حرج وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها خرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا نعم المطلقة المطلقة المبتوتة لا بأس أن تخرج إلى نخلها ونحوه من أمورها فتصلحه وتتصدق منه وليس عليها بذلك حرج نعم وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت لما أصيب جعفر رضي الله عنه أتان النبي صلى الله عليه وسلم فقال تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئتي في رواية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال لا تحدي بعد يومك هذا رواهما أحمد وهو متأول على المبالغة في الإحداد والجلوس للتعزية نعم حمول على الاكثار وأما الشيء اليسير فلا بعس به للمحدة بالنسبة للمتوفى عنها زوجها يعني عدتها إذا كانت حامل وضع الحمل وكذلك المطلقة إذا كانت حامل عدتها وضع الحمل الآن بعض الناس يقول مع تطور الطب نستطيع أن نكشف على الحمل عن طريق الإشاعة في يوم واحد فهل العدة الحكمة منها فقط التأكد من براءة الرحم ولا هناك حكم أخرى تعظيم العقل هناك حكم أخرى في العدة براءة الرحم وأيضا إظهار إظهار الحزن على المتوفى هنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين